فيه فئة من الناس غريبة جدا اللي هي فئة الناس الحقودين اللي هم أعداء النجاح اللي هم مش بيحبوا الخير لحد تاني بيحبوا يكونوا دايما هم أول ناس أو نمبر ون في كل حاجة يعني أبسط مثال تروح لصحبتك تاخذي رأيها في حاجة أنت لابسها كويسة وجميلة تقم حلو جدا عليك تقولك إيه يا بنتي تقم ده وحش جدا مش حلو خالص عليك ويكون فعلا لبسك حلو جدا بس هي قلتلك كده عشان هي بتغير منك ومش حبة أنت تكون أحسن منها لأنها مش بتحب تشوفك دايما أحلى وأغلى منها تروح لصحبك تقوله اشتريت عربية جديدة ايه يا عم مفيش مبروك يقولك يلا كويس هو قالك كده لأن ده مش حبيب لك الخير مش حبيب يشوفك دايما أحسن منه شوفي اتنين ماشين بيتحكوا على طول نقول شوف مبسوطين إزاي ومش شايلين هم حاجة تاني حتى على الدحكة بيحسدوهم يكفيك شر بنا آدم بيغير من حاجة أنت بتعملها لأن الحجد بيعمل حسد والحسد أصلا مذكور في القرآن الكريم وربنا حذرنا منه حاول تتجنب كل واحد بتحس من نظرته أنه بيحسدك لأن وجود شخص مش بيحب لك الخير ملوش لازم يكون معاك إلا إذا أحب لك الخير بجد من قلبه وبصدق وحب لك الخير أكتر من نفسه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة